الخبر يقول هل هذا هو الرفض النهائي للتطعيم الإجباري وفقا لإلقاء شركة السجل الصحي بالنمسا لن يكون التنفيذ الفني ممكن بحلول فبراير ولا يمكن القيام بذلك إلا اعتبارا من أبريل وفقا لبيان حول النص القانوني وفي الواقع كان من المفترض أن يكون الالتزام بالقانون ساري المفعول الشهر المقبل حتى مساء الخميس وكان وزير الصحة فولفغانج موكشتاين متأكدا التطعيم سيكون إلزاميا في بداية الشهر ورد في الرسالة الموجهة إلى الحكومة والتي أصبحت معروفة يوم الجمعة أنه لم يتم التشاور مع أحد عند سياغة مسودة التقييم لذلك فيما يتعلق بالتنفيذ الفني لتسجيل الاتثناءات في سجل التطعيم الوطني وأوقات التنفيذ اللازمة يلزم إجراء تغييرات تم الوصول بهذه الكلمات ستحتاج إلجاجي إمبيها وشركاؤها في التنفيذ إلى التنفيذ الفني للتلقيح الإلزامي عبر سجل التطعيم الوطني على الأقل حتى الأول من أبريل عام 2022 وجاء الجواب المضاد من وزارة الصحة حيث يريد وزير الصحة موكشتين التمسك بالتنفيذ في فبراير بقوله من المقرر إجراء مقارنة أولى لبيانات التطعيم مع سجل السكان في مشروع القانون يوم 15 مارس وإذا أظهرت التعليقات في عملية التقييم أن هناك حاجة لتغيير الموعد النهائي لأسباب فنية فسيتم أخذ ذلك في الاعتبار بالطبع وهذا لا يغير دخول التطعيم الإلزامي حيث التنفيذ اعتبارا من هذا الوقت والذي يجب أيضا مراقبة الامتثال للتلقيح الإلزامي على نطاق واسع في إطار الضغوط الرسمية وفقا لوزارة الصحة أيضا استغل معارض التطعيم والمشاككون الفرصة للتعليق والإغراق موقع البرلمان بإدخالات متسلسلة تحمل الاسم نفسه وكان هناك 61 ألف إدخال صباح يوم الجمعة وفي السابع من عشر من يناير سيتم التعامل مع القانون في لجنة الصحة بالمجلس الوطني